اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفيه الاستزادة من النفع ودخول المنفعة بين الأصدقاء مفسد للصداقة وفيه الموجدة إذا لم ينل صاحب المنفعة ما ينبغي وحاجة من عاش لا تنقضي لدينا إذن أفعال هذه الأفعال إذن ارتفعت اشتدت استقام يفترقان تستحيل الاعتراف من أطرف الاستزادة من استزادة إذن وينبغي فإذن لدينا أفعال هذه الأفعال وضعناها في جدول هذا الجدل هو التالي فيها أربعة أودية ارتفع إذن الفعل إذن والوزن والصغصفية والجذر وعنصر زيادة فالدين ارتفع إذن على وزن فتع على مزيد بحرفين وجذره الراء والفاء والعين وعنصر زيادة الألف والتا اشتد إذن أمامنا افتع على مزيد بحرفين إذن جذره الشين والدل والدل وعنصر الزيادة إذن الألف والتا كذلك افترق على وزن فتع على إذن مزيد بحرفين وإذن فاء والراء والقاف وعنصر زيادة هي الألف والتا استقام إذن على وزن استفعال مزيد بذلثة أحرف والو والميم الألف والسين والتا اعترف إذن على وزن فتع على مزيد بحرفين العاء والراء والفاء والألف والتا واستزاد على وزن استفعال وإنبغى على وزن فعال مزيد بحرفين إذن الباء والغاء واليا والزيادة الألف والنون ثم انقضاء الوزنين فعل كذلك مزيد حرفين القاوضة واليان وإذن الزيادة كما نرى هنا في الألف والنون نمر إلى مستوى آخر في هذا الدرس الجملة التي ننطلق منها هي ماشيت أخي حتى باب المدرسة ما معنى ماشيت يعني أني ماشيت معه يعني أني شاركت في المشي فزيادة لها معنى هنا ماشي أخي ومشيت أنا عوضا نقول ماشي أخي ومشيت أنا بجانبه نقول ماشيت يعني شاركت في المشي ماشينا معا بعدت عن الستار فتباعد يعني أنه طواعني في الابتعاد هذا المعنى الذي يعني يضيفه المزيد يعني تباعد تحدث المسافران تسجية للوقت يعني تمضيط الوقت يعني تشارك في الحديث يعني وزن تفاعل يدل على المشارك تساقط أو تتساقط الأوراق في الخريف يعني تتالى في سقوطها تماوت الثعلب لينجو من الصياد هنا يعني هو لم يمت وإنما تظاهر بالموت ثم جمعت جمعت الفراخ في القن جمعت أو جمعت المرأة أو الفتاة أو ما إلى ذلك الفراخ في القن فاجتمعت يعني أنها استجابت وطاعت في الاجتماع اختصم إذن الطفلان في كجة يعني من أجل كجة إذن يعني أنهما تشارك في الخصام أو في الخصومة اشتوى الطفل إذن قطعة من اللحم يعني اتخذها الشواء دخلت النملة النملة عفوا الحب يعني اتخذته يعني ذخرا قطع الولد الحبل فانقطع يعني أنه طواعه في القطع انقلب القط على ظهري يعني قلب جسمه بصورة إذن معينة احمرت وجنته خجلا يعني تصفت بالحمرتي استنجد الغريق بمن حوله يعني طلب النجدة استحسن المعلم الجواب يعني وجده حسنا استحجر الطين يعني أصبح كالحزر فكما رأينا إذن هنا تدخل على الفعل مجرد عناصر زيادة تجعله على أوزان معينة تفيد معاني جديدة يعني علاوة على المعنى الذي نجده في الجذر هناك معنى جديد يبقى إذن المعنى الذي نجده في الجذر عفوا يعني مثل قطع معنى قطع يبقى إذن ولكن هنا قطع فيه مبالغة ليس يعني قطعا عاديا ننظر من خلال هذا الجذر المعاني المزيد إذن أو زان المزيد إذن ننظر في معانيها فلدينا إذن معاني المزيد لدينا فاعلة يعني المشاركة ولدينا تفاعلة يعني المشاركة والمطاوعة وحصول إذن الفعل متتاليا والتظاهر ولدينا إذن افتعل المشاركة والمطاوعة وأمامكم الأفعال تستطيعون نظر إلى الأفعال إذن هنا المشاركة إذن والمطاوعة المشاركة مثل اختصمة والمطاوعة مثل احترق احترق ولدينا إذن كذلك اتخاذ الفاعل الفعل لنفسه مثل افترشا افترشا ثم إذن انفعل إذن المطاوعة مثل انقلباء والقيام بالفعل تلقائيا مثل انباطاحة ولدينا فعل مثل احمرة ويعني الاتصاف إذن بلون أو عيب ثم الوزن استفعال يعني الطلب طلب الشيء أو اعتبار الشيء على صفة طلب الشيء مثل استغفر يعني طلب الغفران اعتبار الشيء على صفة مثل يعني استصغى وجده صغير والتحول يعني استغنى كان فقير فاستغنى إذن والتشبيه مثل استأسد يعني أنه تشبه بالأسدي ثم لدينا الوزن الموالي إذن هو افعو على يعني إذن المبالغة مثل عشوشبا أو الاتصاب بصفة مثل يعني احدودبا يعني أصبحت له حذبا في ظهره نصل الآن إلى التطبيقات التطبيقات إذن التطبيق الأول عين المعنى الذي أفادت في الأفعال المزيدة التي تحققت على الأوزان التالية الأوزان إذن هي تفاعل افتعل استفعل انفعل وتفعل بقي الدم يدفق ويتقاطر من كل رجلي تحاب تجتمع كلمتكم وتبادل يعني تهاد يعني تعتدل أموالكم وتبادل تعتدل أموالكم إن سللت من بين الجماعة نظر الأسد إلى الثور فعارف ما كان دمنة ذكر له منه فواثبه فقتتلى لا يستطيع أحد أطال صحبة صاحب أن يحترس في كل شيء من أمره ثم فلما طعم الأعربي البطيخ استخفه واستعذبه واستحلاه ثم العاقل لا يستأنس إلى العدو والآريبي والآريبي إذن لدينا هنا هذه إن شئتم الكلمات إذن هذه الكلمات سنزيلها الآن وسنرعها الآن في جدول نتذكر إذن هذه الكلمات نستطيع أن نعود إليها إذن في الفيديو إذن الفعل نوعه وزنه ومعنى الزيادة تقاطر إذن ثلاثي مجرد أو ثلاثي عفوا مزيد بحرفين وزنه التفاعل حصول الفعل متتاليا تحاب مزيد بحرفين إذن وزنه التفاعل كذلك المشاركة تبادل إذن مزيد بحرفين كذلك على وزن التفاعل ويعني المشاركة اعتدل إذن مزيد بحرفين على وزن الفتعل ويعني المطاوعة إنسل كذلك على مزيد بحرفين على وزن الفعل ويعني المطاوعة كذلك وثبى مزيد بحرفين على وزن فاعل ويعني المشاركة اقتتلى مزيد بحرفين على وزن فاعل ويعني المشاركة كذلك استطاع مزيد بثلاثة أحرف على وزن استفعال ويعني الانتقال إلى حالة من حالة إلى أخرى إذن ثم احترس مزيد بحرفين على وزن فاعل ويعني المطارع كذلك استخفى مزيد بثلاثة أحرف على وزن استفعال وهنا إذن المعنى الذي أضيفه بالزيادة إذن هو اعتبار الشيء على صيفة استخفى يعني أنه وجده خفيفا حمله فاستخفى يعني وجده خفيفا استعذب مزيد بثلاثة أحرف كذلك على وزن استفعال وهو اعتبار الشيء على صيفة وجده عذبا واستحلى كذلك مزيد بثلاثة أحرف على وزن استفعال وهو اعتبار الشيء على صيفة يعني وجده حلوا يعني اعتبره حلوا ثم استأنس انتقال الفاعل إلى حالة هذا الفاعل كان شخصية قصصية معينة كان في مكان معين فاستوحش ثم استأنس أنه انتقل إلى حالة الأنس ثم التمرين الموالي تطبيق الموالي عين فيما يلي المعاني التي أفادتها الأوزان تفاعلة افتعلة انفعلة فاعلة افعو على واستفعل تماوتت السمكة وجعلت تطفو على وجه الماء هنا تماوتت على وزن تفاعلة وتعني التظاهر هي لم تمت وإنما تظاهرت بالموت للنجاة حتى تنجوا من بطش إن شتم أصياد منذ الصباح توافد الأقارب على المنزل يعني أنهم لم يأتوا معا إنما أتوا اتباعا وهذا يعني إذن حصول الفاعل بصورة متتالية اللهم إنك أمرتني فلم أتمر وزجرتني فلم أزدجر إذن أزدجر ازدجر على وزن افتعلة وهنا المطاوع لازدجره هنا ازدجر وهنا على وزن افتعلة وزيادة المطاوعة لا قوية فانتصر انتصر يعني انفعل وهنا المطاوع كذلك شاكرت لها صنيعها وأذنتها بالانصرف فانصرفت إذن انصرف على وزن افتعلة ويعني القيام بالفعل تلقائيا سأله أبان عن نسبه فانتسب إن فعل يعني القيام بالفعل تلقائيا قلت لمرأة بادري وشوي لنا دجاجة بادري يعني على وزن بادر على وزن فاعل وهنا فيه معنى المشاركة زيادة يعني فيها معنى المشاركة انتقل إلى نفس الجمل هذه لنتبين منها إن شتم معاني الزيادة يوم تبيض وجوهن هذا القرآن الكريم يوم تبيض وجوهن لا تسود وجوه آية 106 من آل عمران إذن ابيض اسود دعوزني فعل وهو يعني الاتصاب بصفة طالما حلولا معاشي وطابا طالما جررت خلف الثيابة حلولا يعني افعو على وهذا يعني الاتصاب بصفة زيادة يعني فيها معنى الاتصاب بصفة كلما استولدت نفسي أملا مدت الدنيا له كف اغتصاب استفعل يعني على وزن استفعل يعني الطلب يستولد يعني يطلب الأمل مبالهم نقضوا العهود جهارا وتعمدوا الإيذاء والإضرارا تعمد تفعل بذل الجهد في القيام بالفعل واستأسدوا لما رأوا ليث الشراء عاف الزئيرة وقلم الأظفار إذن استأسدوا استفعلوا على وزن استفعل والتشبه بالشيء تشبه هنا بالأسد تشبه بالأسد وإذن آخرا إذن التمرين الأخير هنا في نشيتم التطبيقات هو عوض فيما يلي العبارات الواردة بين قوسين بما يناسب من الأفعال المزيدة وفجأة شعرت بأن رؤوسا حادة إذن تكثر مزق قدمي يعني مزقت قدمي فناديت عمتي فهرعت إلي راكزة إذن المعنى هو جعلتني جالسا يعني أجلستني على حافة الرصيف وراح تطلب خروج يعني تخرج قطع الزجاج من قدمي وبقي الدم يقطر بصفة متتالية بقي الدم يتقاطر تجمعت أسراب النورسي وهي تشارك في السياح يعني تتصايح وتتناقر يعني ينقر بعضها بعض قد تولى الشتاء مرحبا بالربيع وعرفنا متى يعتبر طيب الخشوع يستطاب الخشوع فكما نلاحظ هنا يعني هذه الزيادة ربما خلصتنا من يعني كلام كثير وجعلتنا نجز القولة هذا إذن بالنسبة لمعاني الزيادة إذن الدرس معاني الزيادة الثاني إذن وبطبيعة الحال ننتهي من هذين الدرسين إذن إلى اللقاء في درس لاحق إذن وأتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم